بسم الله نبدأ مشوار النجمة العشرة اعتقد انه النهاردة يمكن تكون البداية الفعلية لمشوار النادي الاهلي في بطولة دوري الابطال صحيح اتدنا مع سوني ديب لكن انا بعتقد انه دوري الابطال بالنسبة لنا بيبتدي دايما من دور المجموعات النهاردة بداية قوية جدا في النهاية اعتقد انه النادي الاهلي يبتدي مشواره وروحه المعنوية وحالة ثقة اللعيبة بنفسها في اعلى مستوياتها الارقام والاحصائيات ولقب البطولة يدفعون ويدوا الجيل ده دفعة تانية عشان يقرروا الانجاز في نسخة السنة دي تسعمية وتسعين دقيقة بحد ادنى الف وتمانين دقيقة بحد اقصى بتفصل الاهلي عن تتويج بلقب البطولة رقم عشر في تاريخ اعتقد ان البطولة السنة دي استثنائية وزي ما قلت لحراتكم كل المقدمات بتصب في مصلحة الاهلي ينقصنا ايه ينقصنا حاجتين التوفيق طبعا وده من عند ربنا سبحانه وتعالى والتركيز انا بيتهيأ لي لعبة النادي الاهلي يما بتدخل بطولة او بتدخل حتى مباراة وهي في اعلى درجات تركيزها الى حد كبير جدا امكانياتنا قدراتنا مهارة لعبتنا تسمح لنا باتخطي اي عقبة اي فريق موجود في دوري الابطال في نسخته الحالية النهاردة بداية قوية لانك بتلعب مع المنافس الاقوى في المجموعة بتاعتك المريخ فريق كبير جدا فريق عنده شعبية وعنده جماهيرية كبيرة جدا في السودان عنده رصيد محترم جدا من المشاركات في بطولة دوري الابطال عنده رصيد كبير جدا برضه من البطولات عشان كده النهاردة الاهلي يضرب اكتر من عشر عصافير بحجر واحد مش بس انك انت تاخد اول تلات نقط في مشوار البطولة لكن كمان بتصدر حالة التوتر للمنافسين كمان بتتخطى عقبة اقوى فريق معك في المجموعة مع كامل الاحترام طبعا لفيتا كلاوب وسيمبا وهما الاتنين حقيقة مقدمين برضه ومواسم اكتر من رائعة وعنده مقاومات الفريق البطل واعتقد وده الاهم انك بتبعت رسالة كبيرة جدا ان الاهلي جاهز للدفاع عن لقبول اشتركوا في القناة